السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ومشاهدين اكرا من نهار ده انا فيديو جديد وعندنا النهار ده لعبة جديدة يا جدعان لسه نازلة من فترة يعني وبرضه حابب اشكر عبدالرحمن ان هو لساعدني في ان انا افهمها بسرعة وكل الكلام ده فاحنا دلوقتي عايزين نخش تمام ونختار لنا كده دولة جميلة نلعب بيها اه احنا طبعا السلسلة اللي فطت خلاصة نوقفها يعني انا زهقت منها ومش شايف حاجة مفيدة يعني شبه الانزال فشل وحصل عليها هكوم فاحتمال اخسر وانا مخسرتش بس احتمال اخسر وغير كده يا كتاين بقلت جدا لان طبعا بعد ما الانزال فشل تفاهمين بقى طيب عندنا هنا دول العربية برضو مفتوح عندك الجزائر وفي دولة ايه تاني في مصر طيب ممكن نلعب بمصر بقى اني تقريبا ملقبتش بمصر خلص طول السلاسل بتاعت كولفور تقريبا يعني السعودية مفتوحة سوريا والله كل تقريبا الديول العربية مفتوحة ولا ايه في تقريبا بس كم دولة كده مش مفتوحة لا ده تقريبا كلهم مفتوحين المغرب كمان موجودة حلو الكلام لبيا موجودة بس انا طبعا احنا كنا اخر سلسلة بليبيا العراق كل الديول العربية موجودة فانا هلعب بمصر انا هلعب بمصر صراحة حاول نحتل الاسيوبيا في السلسلة دي انا عارف ان اللي هيلعب باسيوبيا ملوش زنب بالموضوع بس انا برضو احاول احتل الاسيوبيا بس الاول سيطر الدنيا كده وان شاء الله برضو احاول السيطر على اسرائيل وحرر فلسطين تمام بس هنا طبعا محدش يقول لي حرر فلسطين بقى لان هنا مفيش اقدر ما اقدرش اخلي دولة مستقلة يعني ما اقدرش بعد ما احتل مسلا اعمل دولة مستقلة خالص هنا دي لعبة انتوا اكيد فاهمين يعني تمام فخلينا على طول نخش كده اول حاجة على طول نعملها نبني سكنات عسكرية تمام او معسكرات بقى معسكرات جيش تمام لان هنا مفيش سكنات عسكرية ممكن تقول وانا صراحة من الخطط اللي بحبها جدا في اللعبة دي الهجوم السريع الهجوم السريع ده من اهم الحاجات في اللعبة طيب والهجوم السريع ده بقى بتعمل ازاي بيتعمل بان انا على طول من اول يوم اهاجم واحنا في اول يوم هنا زي انتم شايفين كده بس على اخر اول يوم. فعلى ما اعتقد يعني ممكن اللي هناك دوت او بتاع السودان اللي انا عايز اهجمه يكون طور شوية حاجات. فمش وقت وهجمه. بس اتكون جيبش كتير على حدود معاه. قدينا كده ايه? برضو ابتدنا ان احنا نطور في شوية حاجات كده في الدولة. بس خلينا الاول نشوف عن اللي قدتك هليكوبتر. لا انا عايز دي. تمام? لايه هليكوبتر. وديت عشان بضد المشاك وايسة جدا. بدي ضد الدبابات كويسة جدا. فان شاء الله الاتنين دول هفتحهم. بس يعني الاحسن ان انا افتح دي. تمام? خلينا دلوقتي اه نفتح المدرعة القتالية. حلو كده. مع كتاب المشاك. وخلينا نجيب كتاب بتاعتنا. مش عارف هاجم اسرائيل الاول او السودان الاول? لا خلينا اسرائيل الاول. نهاجم اسرائيل الاول يا باشا. يلا يلا فين 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 الجيوش نجيب الجيوش هنا كده. تمام? وهنا برضو آآ نجيب الجيوش بس نظر المدافع. حلو. هنا لا دي كده هنا هتطلع على البحر. اتى هنا. وهاتجيش هنا. جيش في البحر اقول لك اه جيش في البحر. تمام كده? طيب ان البتاع تعمل كده. الاماكن دي حلو حلو. في مشكلة هنا يا جدعان في الايدي العاملة مشكلة شديدة جدا. ومن نصيح اللي حابب انصح لكم يعني في اللعبة هنا ان انت على طول بعد ما تعمل معسكرات الجيش على طول تعمل دي. دي بتاع بتزود لك الايدي العاملة كويس جدا. حلو كده. وبتديك على طول اول ما بتتبني بتديك كمان ايدي عاملة. يعني زي بونس او كده. تمام? هنا عندنا برضو جيوش هنحاول نجيبها في البحر. نجيبها اه هنا كده. هتقول لي انت تعمل انزال وفي نفس الوقت هتجم البر ايوة. ده اللي انا هعمله فعلا. وهنا برضو نعمل انزال هنا كده. عند الات. حلو كده الكلام. وبعدين هنا بقى نجيب الجيش دوت اه هنا. عشان يساند الجيش اللي هنا ده. على اساس ان اوتره كده. ما يبقاش عارف مين بيحارب مين ولا مين جاي على مين ولا جاي منين ولا كل الكلام ده. حلو كده. وخلينا على طول نقدر نطور اه كتاب اه المروحيات او كتابة المشاق المحمولة. تمام? اه ممكن نعملها او ممكن ما عملها ايش. والله ايه بتاعها كويس وكل حق خمسة وتلاتة بس في نفس الوقت المارينز يعني احسن ستة وتلاتة. ماشي? فاحنا خلينا الاحسن نجيب آآ نطور حاجة تانية. نشوف مسلا مدفعية لأ. حتى كليكوبتر لأ. ممكن نشوف مقاتلة او مسلا نشوف ديت اللي هي طائرة بدون طيار او مدرعة. مدرعة برضو مش وحشة يعني اربعة ونص واحد ونص لها مدرعة وحشة جدا مش عايزين نعملها. آآ ديت تمانية وخمسة فدي حلوة جدا طبعا. فعشان كده انا طلبت ان يطور. بس يا مدرعة حلو فيها ان هي طبعا ضد المشاء كويسة جدا وفي نفس الوقت يعني ان هي سريعة وغير كده الوحيش في ها بقى ان هي بتحتلش المدن. ما فيش اي حاجة بتحتل المدن هنا غير كتاب المشاء وبس. يعني عندك كل دول بيحتلوا المدن. بقى الحاجات دي كلها ما بمروش اي لازمة خالص في احتلال المدن. تمام? يفضلوا واقفين لك في المدينة كده بس المدينة تفضل ضدك. حلو الكلام? فاحنا هنعمل احسن اه دول. تمام? كتيبة المشاء المحمولة. حلو كده. بالنسبة للمدفعية فاحنا برضو هنودي المدفعية هنا كده. حلو? ويخلينا على طول دلوقتي من ان البحث اتعمل. بنعمل لنا نطلع كتايب بقى الجديدة. هنطلع على طول سبعة كتايب صح كده تلاتة ستة سبعة كتايب مشاة. حلو كده. يعني سبعة كتايب بعد سعتاشر ساعة يكونوا جاهزين. فان شاء الله يعني بعد ما الهجوم يتعامل كمان ابعد حاجة اللي هما دول هياخدوا وقته قد ايه? هياخدوا آآ خمس ساعات خمسة وعشرين دقيقة. يعني على ما اعتقد وممكن برضو نشوف دول كتا تمن ساعات خمسة وعشرين دقيقة. ممكن ممكن ابدأ الهجوم قبل ما دول يجوا هما دول اللي راحين عن طريق البحر آآ طيب ممكن ممكن الله اعلم ابدأ الهجوم قبل ما دول يجوا ممكن ما ابدأش الهجوم يعني على حسب. هنشوف هنشوف ايه اللي هيحصل. بس على ما اعتقد اني هبدأ الهجوم قبل ما دول يجوا. فلو هبدأ الهجوم هصور لكم. ولو مش هبدأ الهجوم فمش هصور لكم. بس ان شاء الله هصبر لكم لو هبدأ الهجوم علشان تبقوا عارفين ان انا علامة الحرب على اسرائيل وحارب اسرائيل. وطبعا انا هوقف لها جيوش على البحر كده وبرضو هنجيب حاول نجيب جيش هنا كده لو نقدر يعني ولا مالوش لازمة. هو احنا كده هنخش على غزة وتل ابيب آآ ويلات. والله يخلينا الجيش اللي عند البحر اللي هيروح على غزة ده ننقله نخليه هنا كده. تمام اهو هنا كده اهو حلو كده هيبقى فيه في حيفة وتل ابيب وفي الات وفي القدس اه اه وفي القدس لا القدس هتكون اخر حاجة نوصل لها على ما اعتقد وفي غزة. بعدها ان شاء الله بقى كل الجيوش هتتوجه من المدن الرئيسية اللي هي فيها وتروح على القدس. حلو كده. اه والقدس طبعا عاصمة فلسطين. وان شاء الله جدعان بعد الكيان الصهيوني هنخش على الشام. ومحدش يقول لي ليه هتحتل ليه تحتل دول العربية ليه تحارب دول العربية. انا دلوقتي ما بحاربش الدول العربية. انا بحارب ناس حقيقية. يعني ممكن اللي يكون اللي هيلعب. يعني هو دلوقتي ما يحدش مسك المدن دي او ما حدش مسك الدول دي. وفي دول ما حدش بيمسكها فعلا. وما اقدرش يعني معهم تحالف. الدول الكمبيوتر ممكن يعلم عليها الحرب. فانا مش عايز كده. مش عايز اكون في حرب وبدولة كمبيوتر تاني عليها الحرب. دي حاجة مؤرفة جدا. فالدول اللي فيها اكتر من يعني فيها اكتر من خمس مدن او اربع مدن. دول بيمسكهم حد حقيقي. بس بعد فاطر يعني حدا ما حد ياخدهم الكمبيوتر بيفضل مساكم. فهنا عندك سوريا بعد شوية حد حقيقة يجي يمسكها. عندك اسرائيل بعد شوية حد حقيقة هو يجي يمسكها. هنا دلوقتي اللي بنعب بها الكمبيوتر او ولقيت ان الكمبيوتر لسة ولا مسك اسرائيل اعلن الحرب بسرعة على اساس استغل غباء الكمبيوتر ايوة غباء الكمبيوتر. الكمبيوتر اخبر من اللعب الحقيقيه نفعل انا جدا. لان يعني هو الكمبيوتر بيبقاش هام ومش هام وان هو يكسب. انما اللعب الحقيقيه اهم وان هو يكسب فيحاول يفكر لك في اي حاجة تخليك تخسر. يعني خطة كده تخليك تخسر. طبعا جدا خلينا برضو ناخدنا كده في السريع لفة على اسلحة الجميلة اللي في الداخل. عندك هنا مدافع. عندك هنا مدفع ازاتي. عندك هنا رجمة السوريخ. عندك هنا اه مدرعات مضدة للطيرات وعندك هنا اه سواريخ سام او منظومة دفاع جوي. منظومات دفاع جوي عموما. وهنا برضو اه دي منظومة دفاع جوي ولا ايه دي طيب? تقريبا دي منظومة دفاع جوي ولا ايه? اه دي منظومة دفاع جوي ضد السواريخ. يعني دي منظومة دفاع ضد السواريخ. حلو كده? وفي نفس الوقت برضو هي بتهاجم المدن ولا ايه طيب? لا بتهاجمش المدن. هي منظومة دفاع جوي ضد السواريخ وضد الطيرات. بس ضد الطيرات بسيط. لما ضد الصاريخ جامد. حلو كده. وعندك هنا عربات بتركب عليها رادار. وعندك هنا طبعا المرواحيات بكل انواعها. وعندك هنا المقاتلات الحديثة كلها. تمام حلو كده. وفي هنا كمان التائرات بدون طيار. وعندك هنا اللي اسمه ده. قاضي فات القنابل بالكامل. وعندك هنا كل القطع البحرية. وهنا الغواصات وهي الصواريخ الباليستية وصواريخ روز وحاجات ديات كلها. وانما والبيولوجي والكيميائي وكل الكلام ده. وعندك هنا اه ايه تاني. دي كتائب بقى خاصة تقريبا. يعني صراحة انا مجربتاش خالص. انا مجربتاش خالص. مش عارف ايه فايدتها ولا بتعمل ايه ولا اي حاج. فقالت لو حد يارف ايه فايدتها. او لا عبدالرحمن اللي على من اللعبة يعرف ايه فايدتها. يكتب لنا في الكومنتات عشان كل يستفيد. ايه فايدة الكتائب دي? ولا دي بتبقى كتيبة كده مسلا مرة كل سنة ولا ايه طيب يعني نعرف بس. تمام? وهل بفلوس عادية ولا بفلوس اللعبة ولا ايه بالزبط. يعني عايزين نعرف عنها كل حاجة كده. تمام? هي هي قوة بتاعتها حلوة. حلوة وكل حاجة. بس عايزين نعرف عنها اكتر. تمام? وهنا اخر حاجة في ايه بقى? دي بقى اسلحة خاصة. اسلحة خاصة دي بتكون اه انت بتعمل مبنى كده هو اصلا مخصوص بالاسلحة السرية. تمام? عندك فين فين اهو. هو ده. ده مخصوص بالاسلحة السرية يا جماعة او ما بتبنيه انت بتقدر تفتح اسلحة السرية دي. تمام كده? يعني اللعبة الصراحة حلوة فيها الدول الحديثة فيها المدن الحديثة وغير كده بدل ما بتحصل صورات والمدينة بتروح لدولة. انت مش عايز المدينة دي اصلا تروح لها. انت الصورة بتحصل واللي بيجي فيها بدل الصورة يا بيجي فيها صوار يعني بس صوار مخلوطين على اه ارهابيين. تمام? فهما بيعملهم لك مع بعض كده ويحطهم لك في المدينة بتاعتك. وانت تروح تحاربهم بدل محد تاني ياخد المدينة. انما لو مدينة على الحدود مسلا اسرائيل. تمام? والمدينة دي مسلا فيها دلوقتي. ممكن مدينة عادية خالص ويتحصل فيها عادي مظاهرات وكده. مش لازم تكون مدينة انت احتلتها جديدة او كده. تمام? فلو مسلا مدينة دي حصل فيها مظاهرات. او مسلا كان مدينة دي فيها حرب وانتو خلاص الدنيا هيدي. فجأة يحصل فيها مظاهرات عشان الناس برضو كانت متضايقة او كده. ماشيه? فممكن اسرائيل تهاجم من مدينة وتخدها او انت تهاجم من مدينة وتخدها. فاللي يسبع الاول. وبس كده انو بكل فيديو عجبك تساشل لايك اشتركوا في القناة لو انت واشتركوا فعلا زر الجرس يجيل لك كل جديد. والسلام.